ترجمة نانسي قنقر تسابتي كل معلوماتك وعطيهم شهاداتك وتفاصيل عني كمان ماشي دكتور بيين هالتليفون ضروري يلا ردي برأيك اليوم ليش لك عشق كتير بسطور عشقاتي كتير عشقاء لك يلا ردي عتليفوني اغتي لك يلا ردي بقى قليلا شو بتك يلا خيدينا قلتلك ميت مرة لابضلت عادي نفس الموضوع لا عادت تتصلي فيني اذا ما فيش كتير ضروري خالص لا بقى تقيلي عاملك شو بقى هاي جيت النوبي معك ها شو بقى هاسم ترجمة نانسي قنقر تعرفي أنه خطر نلتقي هيك؟ ما بيصير هاي آخر مرة بتطلبي إنك تشوفيني لش ما عم تفهم الخطر وصل لبيتي؟ طيب لما بتقول للعالم أنه الشي اللي بيناتنا علاقة حلوة ونقية فهمن أنه مو علاقة سيئة زواج؟ كأنك عم تتولدني سمعيني خليني فهمك شغلة كتير مهمة أنا ما رح عرض زوجتي أو مكانتي وكرامتي للخطر مش عنا كفهمتي؟ والخطر ما وصل لبيتك هو أصلا موجود بقلب بيتك فاطمة تعرفي هالعلاقة تحولت لفضيحة بفضلي اللي عملته بنت أختك؟ أنا النائب العام يا فاطمة هون بكشمير بتوصلني معلومات عن كل صحفي وكل مقالة وأنا برأيه طلبي منه تغير النهاية وإلا أنا عم أخبرك أنه عواقب هالشي اللي عملته مو منيحة يلا مدى يلا مدى هوا لك مين يحكي على التليفون كل هالوقت؟ كانت مكالمة مهمة خلاص فهمت شو؟ طبيب الأطفال ايه وانتي ليش كنتي عم تتصلي مشان خبرك عن عماية الجنات خلقت مشاكل كتير كبيرة شو عملت جنات وانا جنات فخالتي شوفي وانا جنات شوفي خالتي فاهميني انتي شو عملتي انا كتبت الحقيقة نحن ما رح نبكي بس هو رح يبكي اكيد جنات يا استاذ اذا بتريد تردعنا يا استاذ هيك مقالات انا ما بعطيها اهمية ابدا بس الصحيفة اللي اسمها ميرزا عملت حملة ضدك استاذ اذا بتعطي كمبيوتر لكلب بيقدر يصير صحفي شي شوفيك تردع لديها مات هدول كذب خيال مريضة خالتي بترجاكي ما تتفرجي عليه كل هاي كسبة وحدة مريضة يعني اصدي اي حدا هلأ بيقدر يتهم حدا مهم بها الزمان هاد خالتي بترجاكي سمعيني شوي سمعتك كتير حاجة بقى جنات انا فكرت انه من بين الكل انت اللي عم تفهميني تعرفي شغلة جنات خيانتك جرحتني اكتر من خيانته خالتي في شغلات بالحياة اهم منا طيب شو هو الشي اللي اهم من الوفا تماما خالتي لك احلامنا وسعادتنا وهويتنا كمان كل هاد ما له معنا ابدا برأيك الا اذا كانت عائلتنا منيحة وبخير انا عملت هيك مشان كشمير بالاول ومشاننا نحنا كلنا كمان بترجاكي ما تروحي عدلهي امي لو سمحتي وقفية بنتي مثل ما انت اخترت طريقك فاطمة بحق لا تختار طريقة كمان خالتي جنات بكفي بقى هاد قرارة هي شو قصدك معقول بدك ياها ترجع له يعني شلون مو انت يا اللي قلتي انه مو من الغباء انقامن بالمستحيل انا كنت غلطانة ما فيك تقولي كنت غلطانة بهالبساطة جنات هاي عواقب انك تكوني بعلاقة بسرر مع واحد متزوج واكيد في عواقب لكتابة مقالة مستفزة كل شي بالحياة له عواقب وهي العواقب عم بتأثر على كل العيلة اليوم اهانة علنية مسخرة وكتابات على حيطة عن بيتها ما كفاكي كل اللي صار ما اقول انتي ما هم تفكري فينا ابدا هلأ لازم تتحملي نتيجة اللي عملتي متل خالتي بتضبط لازم تتحملوا خالتي تصلي فيني لما توصلي انا فكرة هيك خلاص خلاص امال امال خلاص ليش اكعمل خلاص امال 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 خلاص خلاص باستخدام المشكلة خالتي خالتي بترجاكي ما تروحي سلام خالتي كل شي مني خدي دواكي أربع سنين جرح بالجمجمة ناتج عن ضربة بالحجر بالصور مبين شق عرضي بالجمجمة اللي انت شو يعني؟ بيعني انه في كسر بالعظم بس العظم ما تحرك أبداً وشو رح يكون العلاج دكتورة ميرزا؟ المراقبة لأربع تيام أربعة؟ عنا تخوت فاضية أقصى حد 48 ساعة امشوا انت ليش عم تبكي؟ لا تخاف إيه؟ انت رح تطيب ورح ترجع عالبيت بعد يومين وامك رح تجهز لك أكلات طيبين كتير ورفقاتك رح يجو يلعبوا معك دكتورة ميرزا تعي بوحدك دكتورة ميرزا ممكن حدا يخبرني شو الخطأ اللي كانت عم تعملوا الدكتورة؟ نحن منعالج المرضى مو منصير أصدقاؤن نستعمل عقولنا مو قلوبنا بهالمهنة نحن مو أصدقاؤن ولا أولياء أمرن نحن أطباء ماشي؟ اي فهم الدكتور؟ كاملي المشكلة انه نحن متدربين الدكتور ريسفي عنا بس ربع ساعة استراحة غدا بالنهار كله مم معك حق بتعرف في حكي عن هاد الزلمة؟ أنا سمعتهم عم يقولوا إنه ما كان هيك من قبل كان كتير حباب ولطيف وبتعرفوا شو كمان؟ الطلاب كانوا يعتبروه أفضل مدرب إلون وش اللي صار؟ مرته عملت علاقة مع حدا تاني واختفيت وقال تركته هو وبنته وبتعرفوا قالوا من سنة لهلأ ما حدا شافه اختفت فجأة في عالم بيقولوا إنه ماتت بس ما حدا بيعرف الحقيقة أنت أصدق إنه هو يلي قتله؟ طيب حدا لقى الجسة؟ فكر شوي إلى إنه ما في حدا غير الجراح بيقدر يقتل حدا بهالدقة ويقطع الجسة ويخفيها كمان سمعوني انتبهوا بالنوبة هاي الليلة يعني إذا حدا سمع أي صوت سيد يوسف كم صحر رح تكسر لسه؟ إذا ضليت هيك رح سير أخصمون من الراتبك حسنا لا لدي دائرة أتزور وقلبية؟ فيني ساعدك بشي؟ انا كنت عم باخد محرمي واسفي انا كتير بعتزير محرمي ايه ايه يسلم ايه صحة شكرا تقارير هاد اكتاب حلو لازم تقري عن الممارسات الغير اخلاقية بمهنة الطب عندك مثلا كيف الاطباء الجداد يعملوا صداقات مع المرضى تابعهم وبيرتكبوا غلط كبير وفي ناس بيموتوا لا اسباب طبيعية ولا اسباب خارجية؟ غلط الدكتور مو غلط طبيعي دكتور اميرزا هاد ممارسة خاطئة للمهنة انت اصدق ممكن المريض يموت؟ فهمتي شو قصدي من هالحديث دكتور اميرزا؟ اه ايه اكيد انت عن جد فهمتي دكتور اميرزا اه ايه 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 طبعا فهمت فهمت عليك دكتور نيه بدكتستا عائري هل كتاب؟ ايه لسلا شكرا جنات حبيبتي تعالي كلي ماني جواني يعني بدك تضلي قاعدة هات؟ خلص اللي صار صار ما رح يتغير شي بنتي لاكي وشك كيف صار؟ بدك تضلي زعلانة؟ انتو امتا بدكن تفهموا ان الشغل ما بيغير شي؟ خلص انسي وقوم يعملي الشغل مفيدة شاغو 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 امل موجودة؟ شو بدك فيها؟ انا بكون رفيقة رفيق ما ماني موجودة في كي تعطيها هدول؟ شو هاد؟ هى طلبة جبل ياهو عطيها ياهو بإيدا شو هاد يأمل غبيحة أمل؟ نعم أمي شو هدول؟ ولا شي ماما لا تفكر تلمسيون حتى شو هدول كرمال قنوات معينة ولا كرمال عارضة زياء؟ على أي قناة بين عارض جبلك يا هون وقال لي وصلن مين؟ يمكن صديقك بس كتير مهزب جاوبيني شو هدول الأمل؟ ولا شي أمي بس صرفي يصورني كم صورة وليش؟ كنا عم نحاول نعمل شي مبدع وحلو بهذا المكياش؟ وبهي الصور؟ أمي؟ عادي بنتك حابة إنو تصير نجمة بس ما منعرف بأي قفلة ومراح تصير شو غيرانة مني يعني؟ وعمرك لسه 17 سنة وعندك امتحانات بتبلش بكرة وأبوكي بيعالج الناس بمكان بارد وصحرى لا يعيشنا بمكان فيه وحصل تجول دائماً وفيه أطفال عم يخطفوا أبوكي بعرض حاله للخطر مشانا وانتي عم تعملي وتتصرب في هيك وما عم تفكري بأبوكي وفينا أبداً يا بنتي؟ لك شوفي؟ شايفي منظرك؟ إلي إلي شو بيعمل أبوكي إذا شاف هدول الصور؟ لا ماما لا من اليوم لازم تعرفي إنك رح تروحي عالمدرسة بس مشان تقدمي امتحان وترجعي وبتخلصي وبترجعي فوراً على البيت مشان تبلش دراسة للامتحان اللي بعده ومن هلأ ما هاد فيه رفقات وطلعات وأحد يسبلها طعمي بس أمي خراسي اسمعي أنتي بدي منك تقومي تحرق كل هدول الصور فوراً ولا الصورة من هدول لازم تبقى بهاد البيت عم تفهموا علي؟ حاضر أمي رس أمي هؤلاء لا تفهم Karena كلنا لا اشتركوا في القناة شجاكي ردي لو سمحتي خالتي لهلأ ما عم ترد على اتصالي خلاص ميرزا بترد بعدين لك ليش الكل معصبين مني يعني أنا عم حاول أعمل شي مهم مفيد هون أصلا حياتهم عادية أنت مين قصدك ميرزا؟ شوف ميهير مثلا هي رح تتزوج وتجيب بنات حلوين كتير ومثاليين بس مزعجين مثلا وأكيد هي رح تشتغل بالمشفى لحتى تموت بانو أكيد رح تكمل شغلة بالموسيقى وهي رح تتزوج واحد حلو أوروبي بيكره الحمام مثلا ورح تبرم العالم كله حلو أمل متأكدة أنه هي رح توصل لمومبي رح تتزوج رجل غني ومليونير بعد ما تعمل خمسين عملية جراحية وبعدين هي أكيد رح تطلقه ورح تعيش أحلى عيشة من كتر المصاري إيه وأنتي كمان رح تصيري الصحفية المشهورة عالميا جنات ميرزا الحلوة مع زوج رائع وطفلين صغار حلوين صح؟ أنا بعمري ما رح أتزوج علاقات عبره بس ميرزا شو من شان الحب؟ شو هو الحب؟ مجرد هرموناته بتعلق بس بالجنس والولاد الحب هو الحب هو كل شي بي على الحياة أنت بتحبك هاشمير صح؟ نفس الشي فيه رجال رح يحبك بنفس الطريقة وأنت يمكن تحبيه ولما بيصير هذا الشي قلبك بيكبر وبتمنى يصير هيك أنك تحبيه لأنه أنت كلك على بعضك حلوة وكمان أنت حدا بينحب كتير أنت لقات حدا بلندن مهيك؟ شو؟ أنا كنت بعرف ميرزا أنت شو مشكلتك؟ هلا أنت رح تخبي عني؟ قل لي مين هي؟ ما في حدا ميرزا يلا قل لي مين هي؟ أنت ما عم تفهميني ما حدا أبدا بيفهم عليك قدي ما تحاول تخبيه أنا رايح لوين رايح إلي؟ أنا تعبت منك ميرزا راية على جهنم وأنا بدي يروح عازي؟ لا لا وقف دكتور ريسبي حالة إصحاف حالة غرق لولدين حالتهم حرجي كتير دكتور الطفل عم يغتني هل بوقف دكتور؟ تنفس إصطناعي بسرعة بسرعة دكتورة ميرزا ما في وقت دكتورة طبق العملية فورا دكتور خان ستلني حاضر بعد يا ريت عندي متدرب شد لأنه الشاب يعرف يتحكم بقلبه وعقله إذا أنت مفكر النساء بس لا يشتغلوا بالبيوت ويربوا الولاد ليش وظفتني لكان؟ فكرتك بتستحقي أكتر من هيك بس واضح أني غلطان أنت كيف قدرت تبقي هون أسبوع أنا كتير مستغربة كيف مرتك ما هربت منك قبل الزواج؟ أنا أسفي كتير دكتور إذا بدك بقل لك هي ما هربت بس أنا قتلتها وما حدا كشفني ليس معقول هنن عمراء أبوك وأكيد هلأ بيكونوا فخورين فيك كتير يا أبني يا حفيدي الحلو عيد ميلاد سعيد ومبارك آزي اليوم صار عمرك 23 سنة مظبوط يلا إلي إنت إم تناوي إنك تروح على لندن؟ متل ما بتعرف هلأ الفصل الرابع رح يبدأ جدي أنا كنت عم فكر إنه أبقى هون لأنه بدي كمّل الفصل بس من شان هيك هي ما نجاه زي لا تروح معك تعرف إنه هي ما رح تطلع فيك هلأ ولا تعبرك حتى إلا إذا أنت قدرت إنك تحقق لأحلامها جدي هذا اللي بدي يصير معك لما تحب مرأة قوية ومستقلة مثل هي البنت تماما قوية مستقلة ومستفزة قلتيلو إنت منفصة؟ يعني قلت بشكل غير مباشر إختي أنا بعمري ما كنت فخورة فيكي مثل ما أنا فخورة فيكي هلأ بس أنا اتهمته بأشياء شخصية مثل؟ مثل إنه كان يسيق لمرته وهو هيك؟ مو معقول يكون هيك؟ ما بعرف بس اللي بعرفه إنه مرته صر لتاركته سنة يمكن أنا خسرت شغلي هيك مو؟ انت قادي منفصم رجلته هالشاء لهيك آه طيب شو بدي أعمل هلأ؟ شوفي أنا برأيي إنه قبل ما هو يفصلك استقيني لا أجنات أنت مو شايفة وضعنا؟ أبوكي قديش رح يشتغل؟ كيف بدي أترك الشغل وأنا لسه جديدة؟ بس هلأ هذا الشغل مو بإيدك بإيد هداك الزلم المجنون يعني أنتي فيكي ببساطة تستقيني لهيك استقيني من حالك طيب ليكي لا تقولي لأمي هلأ بترجعك أه أكيد سمعي هم؟ رح تسمعي لي الكلمة؟ هه أمي؟ مرحبا بانو مرحبا لك إختي جنات ما أنا بالبيت ليش وقفتي عزف؟ كان حلو كثير؟ لا مو هيك بصراحة أنا كنت عم تدرب بس وأنا آسفة كثير إذا تسببتلك بالإزعاج بانو أنتي وغنائك وعزفك الحلو مستحيل تزعجوني على كلين أنا بحاشتوا فعلا اليوم ليش؟ شو عندك؟ لأن اليوم عيد ميلادي يعني لولا جدي ما كان حدا تذكرني أكيد شاقو ما كان لازم تحضر سيفاي الكل نسيوا عيد ميلادي بس أنا تذكرت أنتي متذكرها؟ كتبتلك غنية إليك كمان عن جد؟ غنية؟ لا بانو عيد ميلادي وغنيتي لا ما فيك تقليلي لا بعيد ميلادي هذا قانون عن جد؟ بصير شي مومنيح طيب فيك ترجع لورا؟ لهون؟ لسه شوي ايه ماشي لهون؟ ماشي؟ لا تتطلع طيب شكرا قردو سهل نيتها تو دلمي مريد باتها تو تو هفوفا رشتا رشتا جسي بنا ميرا يوم شوفي ما في شي مهم؟ بصراحة طابيش كان اليوم عيد ميلاده لا ما هيك؟ أنا نسيت آسفة كتير عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد وبتمنى تكون كل أيامك فرح وسعادة وبتمنى تكون كل أيامك حلوة وتعيش مبسوط ومرتاح كل حياتك لو سمحتي فيك تعيدي يا جماعة في حفلة ببيتي لأن اليوم عيد ميلادي والكل لازم يجو مدام انتي كمان أنا بدك تعذرني بس هنن أكيد كلهم رح يجو الكل جاي معادة أمل هم؟ أحبك أين اسمي؟ أحبك أحبك لا تقولي هان أحبك 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 تعرفي أنا كثير متوترة الكل هون يقولون أنه أكيد امتحان للرياضيات سيكون صعب أحبك مرحبا أحبك أحبك آسف أحبك أنا أحبك كثير عادي بسيطة توفيق أنت بتعرفي اسمي؟ طبعاً أكيد كل اللي هون بيعرفوك ليش؟ لأنك أسكى طالب بين كل الطلاب اللي بيدرسوا بمدرستنا عن جد؟ أنا أمل أه أنا بعرفك قصدي الكل بيعرفوكي بيعرفوني؟ ليش؟ انتي أحلى بنت بكل هاي المدرسة بصراحة الناس بيحكوا أي شيء بس يمكن معه نحن انتي حتى أحلى من كشمير لما بتطلع فيكي بشوف الجنة المهم هلأ أنا هون لحتى أودع كل يلي بالمدرسة يا ريت صرنا رفق بوقت أبكر بتمنع لك كل الخير ليش الودع؟ يعني لأنه أنا أكيد رح أرصب بهذا الامتحان وساعتها أبي رح يزوجني لأول عريس بدق بابي بصراحة ما بعرف بأي مدينة رح كون عايشة السنة الجاية بس أنتي ليش لحتى ترصبي؟ لأني أنا غبية وما نشاطرة وزكية مثلك أنت لا أنت زكية كتير لا توقفوا أنا متأكدة أني رح أرصب بهذا الامتحان يمكن ساعتها أبي رح يموتني من القتل ما تأكدة بتمنى لو كنت زكية مثلك أنت أكيد كنت نجحت الرباة كمان عفوا دكتور أنا بدي إله حبيبتي معلش رح تتحسني ورح نرجع على البيت وسجدك باللوطة كمان وتأخذية الأولى هي استقالتي وصير عندك رفاق كمان دكتور ريسفي بدي أدم استقالتي للأسف ما عد فيني أشتغل معك بعدها لأ في دكتور أطفال مناوة؟ أه موجود دكتور طيب شوف شغلة معاشي حاضر شوف ساوي صباح الخير دكتور أميرزا صباح الخير دكتور ريسفي أنا عم دور على قلمي وقع بالأرض وما عم بقدر لقيه أه لكم قلتي لي ألم فيك تكوني ساحرة إذا ما قدرت تكوني دكتورة يمكن أحسن لألك يلا صار وقت الجولات الصباحية حاضر دائماً بتضيعيني وقتي دائماً بتضيعيني وقتي تابيش خديها الدور الرعبون وخمسة آلاف بعد الحفلة لأنكم عن جد رائعين وأنا بدي أعطيكم أول فرصة بطريق الشهرة وكمان لأني مو بخيل أهسف لا تابيش نحنا شو لأبعنا شبكي؟ بس لازم يكون عنا اسم لفرقتكم الموسيقية اي بس نحنا عنا اسم جاشن جاشن؟ عجبني ماشي لك سيارتي رح أجيبكم الساعة سبعة وكمان رح ترجعكم بالليل شاهم إلا لا رجعكم سلام سلام رح أتخلص كل الرصيد اليوم هذا هيك الظاهر وإذا ذاهموا المكان جدك رح يقعد ورطة ميرزا هم أهو مشاعرك رائية وهي شغلة كتير بشعة أمال إنت عم تدرس درسك مو هيك؟ ايه أمي عم بدرست درسي لنك ما في عندي شيء لبسو موسيقى موسيقى شو رأيك أني جيب لك شيء؟ مشروب أو أي شيء تاني؟ أنت فيك تروح وترجع أبي من سياشين؟ أو فيك تضرب مديري على رأسه وتفوته بغيبوبة؟ لا ما هيك؟ لكن شو فيك تعمل؟ يمكن رفيقي عميناديني معناته روح أحسن لك أمال مرحبا؟ اسمي أمال آسف أمال بس أنا كان لازم لازم إحكي عن الدفع أنت واحد حقير استغلت بنت بريئة عمر 17 سنة وبعدين رحت واخدت له صور سيئة وبعدت لأخته بكل وقاحة عفكرة أختي جنات رح تفوتك السجن أمل بس أنت يلي أخدت كل هالصور بالعلامة كمان عملت لك حسن أنجد عم تحكي؟ كنت منطرت عملي وإلا ما كان هالوش الحلو ليواقف قدامك وفق أنه يدرب فيه مصور سيئ مثلك أنت لك حتى أنك ما بتستاهل أني ضيع وقتي معك لأنك واحد حقير مرحبا أختي جنات أهلين أمال فاجعتيني أنك إجيتي أختي شوفي مين إجا؟ تركيني بشرتي حساسة بيعلم عليها فورا شو هالفستان الحلوية أمال؟ شكرا أختي خلص بلا ما تنزعي لي فستاني شورشة في التخت مع نوفستان شو هات حط دخل خال على راسك؟ إيه؟ حلو ماهي؟ أنت مخربتها بين الراس والرجل مرة تانية؟ أنا بتوقع أنه أنت واحدة فعاني أمال شو بدك لا تردي عليها؟ لازم تصيري مصممة عنجد ما كان خاطر عبالي؟ إيه عنجد بلكي بتساعد إمي لأنه ما حدا رح يوظفني هالله ليش؟ شو صار بشغلك يا أختي؟ لعطي أفكار لها المجنونة رح توقعي بمشكلة إذا عرفت أمي وهي كيف بدأت تعرف؟ أنا رح أوصلك على البيت قبل ما تعرف لا الوضع خطير أمي بتعرف حتى الشغلات الصغيرة يلي بالبيت واتنيناتكن رح توقعوا بمشكلة ونحنا رح نضطر نرجع على البيت هلأ إيه؟ أنتي خليكي قاعدة هون مو حلوة تتفتلي وانتي لابسها الشرشف بس رفقاتي ناطر إني أمال؟ جنات؟ تركية؟ لساتها صغيرة ومرتاحة من مشاكل الحياة أختي خديها على البيت فيك تبكي على شغلك اللي راح أهنيك استقلتي؟ بدي أستقيل من هالحياة اللي عايشتها لك ليش صايرة كل العيلة عم تتصرف مثل مينة كوماري؟ هاي وبعدين؟ عيد ميلاد سعيد واو بتجنيني أمال؟ اسمي أمال لحظة فيني يقلك شي؟ أنا بعرف أنك بتحب جنات وبحب قلك أنه لتلصار وبيعرفوا قصة حبك الحزينة أنه أنت بتحبها كتير وهي بتتجاهلك وما بتعطيك أهمية أنا حاسة أني هلأ ميتة من جوه خالي أنا مو حاسة بشي هلأ مشاعري صفر فهمت عليه صفر دخلك هاي لشو؟ لسلطة بعرف أنه كتير حداي بس رح أكلها شوف منيح يمكن عمينا دولي شوفني طلع فيني طيب شو يعني إذا حبيت أنا رفيقتي؟ ما في أشي هي شغلة حلوة بس هي مجنونة أنت بتعرفها بعرف طيب شو رأيك أنت تساعديني؟ آمل برأيي أنت روح وخبرها كل شيء خود رح يساعدك عطيها يا روح هلأ الوقت الصح ماشي بسرعة؟ آه 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 راح أجيب ماء بسرعة آه 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 جنّات؟ آه شو هالوردة؟ باعدي عني آه شو هاله؟ آه 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 أنا لا أرحل البيت هذا الأسهر الجانبي لأكل كمية كبيرة من الفلفل الأخضر اللي بيأزي كل الجهاز الهضمي بيهاجم الخلايا الهضمية بجسم الإنسان وبيهاجم طبقة الغشاء المخاطي للمعدة والتأثير ممكن يوصل لرفض عنيف لمحتويات المعدة دكتورة مهير بس هذا الشي ما بيفسر لش راسك عم بيدور بهالطريقة هاي وفعالية نظرك خفت الأشياء عم تتكرر وكل شغلي عم شوفت انتين دكتور رودي لوحدك هون دكتورة ميرزا جنات أنا متأكدة رح يدفنوا راح تكون شهيدة وبطلة أنا بستقيل فيش رسالة تانية غير هاي أبدا هلا جاشن انتشرت بشكل رهيب أنا أول مرة بشوفك عم تعاملش شغلة منها ما عندي أي مانع زيد عقوبتك وخليك ما تطلعي من البيت أبدا بانو ميرزا راح تخلينا نحنا وكشمير نكون فخورين موسيقى